السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم مشاهدين في قناة مربع المعرفة من المنتظر أن يتم الإعلان عن نتائج أحدث مسح راداري خضعت له مقبرة توت عن خامون في الأقصر مؤخرا بالنظر إلى الكم الهائل من البيانات التي تم الكشف عنها غير أنه لن تتخذ أي إجراءات وقرارات بشأن نظرية وجود غرف إضافية خلف غرفة دفن الفرعون الشاب قبل التأكد التام من كافة المعلومات ووجود رأي علمي واضح بهذا الصدد وكان عالم الأثار البريطاني نيكولاس ريفز رجح العام الماضي وجود غرف إضافية خلف جدران مقبرة الملك الذهبي تضم مقبرة إحدى الملكات وتحديدا الملك نفرتيتي ولكن قبل أن نبدأ الفيديو قم بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم جميع فيديوهاتنا القادمة ويعتقد ريفز أن هناك غرفتين سريتين خلف غرفة دفن توت عن خامون إحداها قد تكون غرفة تخزين سرية تقع في الاتجاه الغربي للقبر وأخرى في الاتجاه الشمالي له ويرجح أنها غرفة دفن الملك الشهيرة والغامضة وإذا صحت نظرية ريفز فإنها ستحل واحدا من أكثر الأمور التي ما زالت تشكل غموضا في علم المصريات خصوصا أنه ولا طالما بحث علماء الآثار عن المكان الذي دفنت فيه الملك نفرتيتي من دون جدوى وكان وزير الآثار المصري خالد العناني قال الجمعة خلال مؤتمر صحفي في الأقصر أن المسحة الرادارية داخل القبر استغرق قرابة 11 ساعة مضيفا أنه أسفر عن كم من هائل من البيانات التي سترسل للخارج لتحليلها وأشار الوزير إلى أنه سيكون هناك مسح إضافي في نهاية شهر إبريل وبعد الانتهاء منه سنطرح كل النتائج والبيانات والمعلومات عن العلماء المتخصصين في مؤتمر المتحف المصري الكبير الثاني عن توت عنخ آمون في مايو المقبل وأوضح أن المسح الراداري المقبل سيستخدم رادارا رئيسيا يصل إلى عنق 40 مترا وسيجري من خارج المقبرة وكان مسح الراداري أجريا في 17 مارس كشف عن وجود فراغين خلف الجدرين الشمالي والغربي للمقبرة بهما أجسام عضوية ومعدنية والملكة نفرتيتي كانت زوجة الفرعون أخنتون الذي حكم مصر خلال القرن 14 قبل الميلاد وكانت تشتهر بالجمال الخلاب الذي خلده تمثال النصفي يبلغ عمره 3300 سنة معروض حاليا في متحف برلين وتوفيت نفرتيتي في ظروف غامضة أدت إلى إنهاء حكم زوجها الملك إخنتون الذي حكم بين عامي 1379 و 1362 قبل الميلاد ولم يستدل الأثريون على مكان مقبرتها حتى الآن وتعود قصة اكتشاف التمثال النصفي للملك نفرتيتي إلى 6 ديسمبر 1912 حيث كان عالم الآثار الألمانية المتخصص في المصريات لوديفيك بورشارد ينقب في تل العمرنة وتحديدا في بيت النحات تحتمس الذي كان في خدمة الفرعون أخنتون وعثر يومها على العديد من القطع النادرة إلا أن أبرز ما عثر عليها هو التمثال النصفي للملك نفرتيتي التي يعرف عنها أنها كانت فائقة الجمال واسمها يعني الجميلة أتت وكانت نفرتيتي تحظى بمكانة متميزة عند إخنتون صاحب فكرة عبادة الإله الواحد أتون لكن أحدا لا يعرف ما إذا كانت نفرتيتي قد شاركت فعلا زوجها إخنتون في الحكم كما يعتقد البعض كما أن تاريخ وفاتها بالتحديد لازال مجهولا وحاول كثيرون الكشف عن سر جمال وجاذبية تمثال نفرتيتي وبشتى الوسائل لكنهم لم يتوصلوا إلى شيء باستثناء أنه يعتبر قطع كاملة الأوصاف تعبر عن الفن اليدوي المصري القديم بحسب رأي بعض العلماء والخبراء ويقول العلماء أن جاذبية التمثال تكمن في أنه يوحي بأن نفرتيتي يمكن أن تقفز في أي لحظة من مكانها وبأنها مفعامة بالحياة وليست مجرد تمثال ولعل أكثر الدراسات إثارة حول نفرتيتي كانت لعالم المصريات الألماني هارمان تلوغال الذي توصل إلى أن الملكة الفرعونية الأسطورة نفرتيتي كانت قوة محركة لثورة ثقافية وسياسية في عصرها نتمنى أن يكون موضوعنا قد نال اهتمامكم نشكركم على المشاهدة